انقطاع الكهرباء في ظل ارتفاع درجات الحرارة شغل العراقيين الشاغل والهاجس الذي يؤرقهم دائما خاصة في فصل الصيف الملتهب على الرغم من انفاق الحكومات المتعاقبة في العراق ما يزيد على 40 مليار دولار على قطاع الكهرباء عضو مجلس محافرة البصرة زهر حمزة قالت ان الموازنة التشغيلية للعام 2018 شملت تخصيص 8 مليارات دينار لمعالجة ازمة الكهرباء في البصرة فقط الا ان تردي واقع الكهرباء رغم انفاق هذه الاموال الطائلة دفع سكان منطقة قرمت علي في المحافظة الى الخروج في تظاهرات شعبية استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل اضرم خلالها المتظاهرون النيران في طارات سيارات وطالبوا بتحسين الكهرباء في المحافظة محافظة واسطية الاخرى سجلت اعلى مستوى لدرجات الحرارة وهي ليست افضل حالا من محافرة البصرة اذ اوضح عضو مجلس المحافظة صاحب تشليباوي ان العراق بحاجة الى 25 الف ميجاوات من الطاقة الكهربائية وهو الامر الذي لم يتحقق على الرغم من صرف مليارات الدولارات على مشاريع الكهرباء في محافرة ميسان خرج سكان مدينة العمارة في مظاهرة احتجاجية تنديدا بالعجز الحكومي عن حل ازمة الكهرباء المتفاقمة فيما ردت السلطات المحلية في المحافظة بتعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع معدلات الحرارة وكذلك محافرة اربيل في شمالي العراق حيث شهد قضاء خبات فيها تظاهرة امام محطة توليد طاقة الكهربائية نظمها الاهالي احتجاجا على ترد الكهرباء واغلقوا الطريق الرابط بين القضاء وناحية كوركوسك طحيفة الحياة اللندنية قالت ان ما يزيد وقع الكهرباء سوءا هو قطع ايران لالف ميجاوات كانت تجهز البصرة وذيقار وميسان اما وزارة الكهرباء فقد اكتفت بتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية رغم تطبيقها مشروع خسخصة الجباية الذي وعدت بانه سيسهم في حل ازمة الكهرباء لكن الواقع يقول غير ذلك ترجمة نانسي قنقر